متابعين الكرام مرحبا بكم كما قرأتم في عنوان الحلقة ازرع عود واحد فقط من الريحان وستمتلئ حديقتك بالريحان هذا أصدقائي ليس مبالغة وأكيد أنكم تعرفون ذلك بشرط معرفة الطريقة الصحيحة لإكثار الريحان بالعقل لذلك سنبدأ حلقة اليوم من هذا الغصن والذي سيصبح شجيرة صغيرة وأخيرا سنصل لنبات كبير بأوراق خضراء زكية الرائحة ما شاء الله شكل جميل ورائحة زكية طيبة لا تحرموا أنفسكم منها بالإضافة لكون الريحان طارد للحشرات وبعض أنواع صالحة للأكل هذا هو الغصن الذي سنأخذه من النبات ونحاول إكثاره في الربيع والصيف كالعادة نتخلص من كل الأوراق اترك فقط ورقة أو إثنتان أعلى الغصن أسفل الغصن نزيل منه جزءا من اللحاء عسل أو قرفة أو عسل وقرفة أو جيل الألويفيرا هرمون تجدير طبيعي رائع اغمس فيه أسفل الغصن إذا لم يتوفر لديك هرمون تجدير كيميائي أصيص صغير ملأته بتربة ذات درجة حموضة متعادلة والأهم أن تكون التربة أو خليط التربة جيد التصريف نرتب التربة مباشرة بعد غرس الغصن وستتفاجأ بسرعة النمو لتجده بعد مدة قصيرة نبتة كبيرة بأوراق قوية وجدور كثيفة كل ما فعلته فقط هو الري بانتظام شمس مباشرة 6 ساعة في اليوم لا يحتاج لقدرة التسميد عموما نبات سهل جدا ومتطلباته بسيطة إذا كنت تفضل زراعة ريحان الأكل وكنت لا تفرق بين الحبق والريحان الصالح للأكل أنصحك بمشاهدة الحلقة التي ستجدون رابطها في أول تعليق أصدقائي حتى تتجنبوا الإصابة بالحشرات والفطريات وعندما ينمو النبات بغزارة لا بد من تقليم الريحان والتخلص من الأفرع الطويلة والزائد عن الحاجة والأوراق الصفراء وأضف مباشرة بعد التقليم سماد بطيء الذوبان الزراعة بالبذرة أيضا سهلة حتى ولو لم تكن لديك تجربة كبيرة عموما سأترك لكم أيضا رابط طريقة زراعة الريحان من البذور في صندوق الوصف وأيضا لا تنسوا مشاهدة فيديو كيف نفرق بين الحبق والريحان إذا كنت تستفيد ولو قليلا من قناتنا ادعمنا واختر ما يناسبك من بين طرق الدعم هذه أولا من خلال ميزة شكرا ثانيا من خلال الانتساب للقناة ورابط الانتساب سأتركه لكم في أول تعليق ثالثا وأخيرا فقط من خلال وضع إعجاب وترك تعليق ولكم جزيل الشكر ما تحيات أخوكم توفيق إلى اللقاء